بيبدأ الفيلم مع المحامية جوليتا وهي رايحة اسم الشرطة وبتتأكد من المتعلقات بتاعت صديقها لورينزو روي واللي رايحة تترافع عنه وبتطلب من الشرطة انها تشوف لورينزو وفعلا بيسمحولها انها تشوفه ولورينزو اول ما بيشوفها بيقول لها لازم تساعديني وبنرجع بالاحداث لليوم اللي كان فيه لورينزو ومراته سيجرد رايحين مع بعض حفلة في بيت ريناتو صاحب لورينزو وبنعرف ان ريناتو وجوليتا اللي اتنين متجاوزين وكمان جوليتا تعرف لورينزو ويبقوا اصدقاء جدا لان لورينزو رسام وكان بيدي درس رسم الجوليتا زمان وريناتو بيرحب بيهم وبيدخلهم البيت بعدها بيقف يتكلم مع لورينزو وبيسأله اوه لسه بيرسم ولا لأ ولورينزو بيقوله ان الرسم ده حياته وانه دلوقتي شغل على رسم التجارب بتاعت سيجرد لكن سيجرد بتقطعه وتقوله انها مش تجارب وانها ابحاث لانها علمة احياء ولما بيعرض عليهم ريناتو مشروبات كحولية بيشرب لورينزو لكن سيجرد بترفض بسبب انها عايزة تحمل واكيد الموضوع ده هيؤثر على الجنين لو كان في حمل وبنشوف بعد كده لورينزو هو واقف مع جوليتا وبتسأله عن مراته الاولى فبيقولها انه ما يعرفش حاجة عنها ولا يعرف حاجة عن بناتو الاتنين وانهم من ساعة ما سافره مع مموتهم كندا وهم ما بعدوا عنه وما بقاش حتى يعرف اخبارهم ولا بيشوفهم بسبب بعد المسافة دي وبيقولها انه دلوقتي مركز مع سيجرد وبادئ معاها حياة جديدة وبيتمنى انها تبقى حامل ويكون معاها اسرة وبعدها بيسأل جوليتا عن اخبارها هي وريناتو فبتقولوا انهم عندهم مشاكل في الخلفة لكنهم بياخدوا علاج وبيجربوا اكتر من طريقة علشان يحلوا الموضوع ده وبتعدي فترة من وقتها وبنشوف ان لورينزو مع سيجرد في معرض لوحات لورينزو مشارك فيه وبيكون واقف فرحان وهو بيتفرج على الصور وبعد شوية بتيجي جوليتا وبتسلم عليهم لكن سيجرد بتتعب وبتطلب من لورينزو ان هم يمشوا من هنا ولما بيتكلم معاها لوحدهم وبيسألها لو في حاجة مضايقها تقوله فبتعرفوا انها حامل وهو لورينزو بيفرح جدا وبيسألها هي عرفت من امتى فبتقوله من كذا اسبوع وساعتها بيتصدم وبيسألها طب ليه ما قلتش من بدري لان خبر زي ده هو مستنيه من زمان وكان هيفرح بيه جدا فبتقوله انها حابت تتأكد الاول وبنيجي بعد كده للوقت الحالي وبنشوف لورينزو هو قاعد مع جوليتا في الاسم وجوليتا بتقوله انت لازم تساعدني علشان اعرف اخرجك من هنا خصوصا ان ليك سجل بيثبت انك مود من كحول وبكل سهولة مراتك هتقدر تثبت انك خطر وانك ماينفعش تخرج واحنا محتاجين نثبت للقاضي ان القاضية اللي رفعها عليك مراتك دي مجرد حاجة كيدية بس لان عنده مشاكل ولورينزو بيتعصب وبيقول ان هو مش مجنون وكل اللي قاله ده كان صح وان امراته هي اللي كدابة لكن القاضي بتؤمر الحراس ان هما ياخده بعيد وجوليتا بتفضل تقوله يهدى وهي هتتصرف وهتخرجه من هنا وفعلا بعد شوية بنشوف ان جوليتا راحت تزول لورينزو وبيبقى معها ريناتو جوزها وقدرت انها تقنع القاضي ان لورينزو ياخد اخلاق سبيل لحد معاد الجلسة اللي بينه وبين سجرت لكن بشرط ان جوليتا علشان كده جوليتا بتطلب من لورينزو انه يكون حذر جدا الفترة اللي جاية لحد ما ييجي معاد المحاكمة لانه لو تمسك باي تهمة هيتسجن وهي كمان هتتسجن ولورينزو بيكون متعصب وبيقول لها سجرت منعاني اشوف ابني ده غير مراتي التانية اللي منعاني اشوف بناتي وبيقول لها انت مش هتحسي باللي انا بقوله علشان انت مش ام وما عنديكش مشاعر الامومة لكنه بيحس انه جرحة بالكلام ده وبيفضل يعتذر لها وجوليتا بتقوله انها عايزة تعرف منه الحكاية كلها وبيبتدي لورينزو يحكي لها انه بعد ما عد فترة على حمل سجرت وكانوا مع بعض عند دكتور الولادة الدكتور كان بيتكلم معاهم على الولادة في المستشفى وانه هيحجز لها اوضة لكن سجرت وقتها قالت له انها مش عايزة تعرض ابنها لخطر المستشفيات وانها تولد في البيت زي ما تولدت في البيت زمان وهي عايزة تحافظ على الطقوز دي والدكتور بيقولهم ان ده خطر وان المستشفى اقمن بكتير لكن سجرت بتقوله ان المستشفى فيها احتمالية ان يبقى فيه عدوى او اي ميكروب في اي مكان لكن البيت احنا هنعرف نعقمه كويس وخصوصا ان انا علامة احياء وبعد ما بيخرجه بيقولها لورينزو ان لو كانت رغبتها تولد في البيت فهو مش هيعترض علشان سلامتها النفسية وبيقولها انه هيشوف تكلفة الطبيب كام وهيخليه ييجي البيت يولدها لكنها بتفجأ وبتقوله ما تشغلش بالك بالموضوع ده وان هتصرف فيه فبيستغرب وبيقولها هتتصرفي فيه ازاي فبتقوله ما يقلقش وهي عارفة هي بتعمل ايه وبنشوف بعد كده انه لورينزو بيرسم في المرسم بتاعه زي ما هو متعود لكن سجرت بتيجي وبتكون متعصبة وبتقوله ان ريحة الالوان دي مخليها متضايقة وتعبانة فبيعتذر لها وبيقولها انه هياخد كل الحاجات دي وهيطلعها القوضة اللي فوق علشان تبقى بعيدة عنها وفعلا بياخد الحاجات دي وبيطلع على القوضة اللي فوق لكنه بيشوف انها قاعدة في الجنينة وبتدي نفسها حقنة في البطن فبينزل بسرعة وبيقولها انها ما ينفعش تاخد علاج مفيش دكتور وصفه لكن سجرت بتقوله ما يخافش وهي عارفة هي بتعمل ايه كويس وبتقوله محدش عايز البيبي ده اكتر مني علشان كده انا هحافظ عليه كويس بعدها بيقول لورينزو فيون في البيت وبيرسم زيعته لكنه بيتعور وهو بيفتح واحدة من علب الالوان ولما بينزل علشان يجيب حاجة يوقف بيها الدم بيتفاجئ بواحدة ستة عجوزة في وشه وبيسألها انت مين لكنها ما بتردش عليه وبيفضل يسألها اكتر من مرة لحد ما بتيجي سجرت وبتقوله ان دي جدروم المربية لولدت ماما زمان وربتني ودلوقتي هي جاية تقعد معانا علشان تولدني انا كمان وتربي ابننا سبه يقول لها انه ما طلبش مربية وان ما حدش هيربي ابنهم غيرهم هما الاتنين بس سجرت بتقوله ما يقلقش وكل حاجة هتكون تمام وجدروم هتولدها احسن من الدكتورة وعارفة هي بتعمل ايه كويس وبتطلب منه يجيب حاجة علشان يطهر بيها الجرح بتاعه فبينزل لورنزو على قوضة سرية تحت السلم بيكون فيها المعمل بتاع سجرت وهناك بيشوف انها بتقرأ في كتب علم الاجنة البشرية وانها حط صور للبيبي في كل مراحل التكوين بتاعته من اول يوم بعدها بنشوف ان لورنزو قاعد مع سجرت وجدروم في البيت وبيكون متدايق من وجود جدروم معاهم وبيتطلب من سجرت ان هما يطلعوا ينامه لكنها بتقوله يطلع ينام لوحده وهي قاعدة مع جدروم شوية ولما بيطلع بيتفاجئ انها غيرت دكور القوضة تماما وغيرت اللون وفصلت القوضة بتاعته عن قوضتها فبينزل تاني وبيسألها هي عملت ليه كده فبتقوله علشان ما تحسش بالازعاج لما البيبي عيض بالليل وانا اللي هصح به وكمان غيرت الالوان علشان البيبي يشوف الوان هادية ولورنزو مش بيهتم وبيسيبها وبيطلع ينام وفي يوم بيصح من النوم وبيسمع صوت مراتو هي بتولد فبيجري بسرعة علشان يشوفها لكنها بتكون قفلة الباب من جوة وجدروم بتولدها وبيفضل يتحايل على جدروم انها تفتح الباب علشان يشوف لو مراتو محتاجة حاجة لكنها ما بتردش عليه وبيفضل قاعد برا وهو متدايق وخايف لحد ما مراتو بتولد أخيرا وساعتها جدروم بتفتح الباب فبيدخل وبيطمن على الباب وبيطمن على مراتو وبيتفق ان هما هيسموه هنريك وبعدها فترة بييجو ريناتو جوليتا علشان يزوروه وبعد شوية بيدخل لورنزو علشان ينادي على سجرد ويقول لها تجيب هنريك وتيجي وفعلا سجرد بتخرج لكنها بتكون مغطية وش هنريك وبتحاول تبعده عن الإضاءة ولورنزو بيعتذر لهم علشان هنريك عنده رهاب الضوء وهم بيبعدوه عن أي مصدر نور علشان بيتعبه فبيسلموا عليه وبيدولوا هدية وبيمشوا وبعدها بتعدي فترة وبيبدأ هنريك يجبر شوية وبنشوف لورنزو هو رايح يطمن عليه علشان شايفه بيعيط بيقاله كتير وسجرد بتقول ان هو هيبقى كويس لكن لورنزو بيحط إيده على دماغه وبيشوف ان حرارته عالية فبيقول لسجرد انه هيخده هيروح يكشف عليه لكنها بترفض وبتقوله ان هنريك مش هيخرج برا البيت فبيسيبها لورنزو وبينزل على المرسل بتاعه لكنه ما بيستحملش وبيقرر يطلع ياخد هنريك يوديه المستشفى وفعلا بيطلعه وبيشيله وبيخرج بيه لكن شجرد بتجري وراه وبتمسكه من رقابته وبتخربشه علشان يسيب هنريك وما يخرجوش برا فبيتعصب عليها لورنزو وبيزقها علشان تبعد عنه فبتقع على الارض وبتتعور فبيسيبها لورنزو وبياخد هنريك يوديه المستشفى وبيتطمن عليه هناك انه عنده شوية سخونية بسيطة والدكتور بيقوله انه مفيش حاجة خطيرة وان الاطفال كلها في السن ده بتتعرض للنوع ده من المايكروبات اللي ممكن يسبب لها ارتفاع الحرارة وبيمشي لورنزو بعد ما بيفرح انه تطمن على ابنه لكنه لما بيرجع البيت بيتفاجئ ان فيه عربيات شرطة كتير وقفين قدام البيت ومنعينه ان هو يدخل والشرطة بتقول ان مراته عملت فيه بلاغ عنف منزلي والدليل على وشها انها متعورة وبيمنع لورنزو ان هو يدخل البيت وبيقولوله انه لو حاول يدخل البيت ده في اي وقت ساعتها هيتسجن ولازم مراته هي اللي تسمح له يدخل وبياخده هنريك وبيوادول سيجرد ولورنزو بيفضل ينادي على سيجرد لكنها بتسيبه وبتدخل وساعتها بيمشي لورنزو هو مش عارف يروح فين فبيروح على بيت ريناتو وجوليتا وجوليتا بتفتحه الباب وبتدخله وبتقوله ينام في قضة الضيوف لحد الصبح وتاني يوم بيصحى من النوم وجوليتا بتقوله ان مراته خدت حكم تقييد مدته تسعين يوم ما يشوفش فيهم مراته ولا ابنه لانه خطر عليهم وجوليتا بتسأله لو كان رجع يشرب تاني فبيقول لها ان سيجرد هي اللي اعتدت عليه الاول وخربشته في رقابته لكن ريناتو وجوليتا بيقولوله ان القاضي اكيد مش هيصدق خصوصا ان ليك سابق بادمال الكحول قبل كده ولورنزو بيقولهم انه هيدور على مكان علشان يقعد فيه 3 شهور دول لحد ما يرجع بيته تاني لكن جوليتا بتقوله ان قط الضيوف تحت امره وانه يقدر يقعد معاهم 3 شهور دول وفعلا بيقعد معاهم لحد ما بيخلصوا 3 شهور وبيرجع على البيت مرة تانية وبيكون متحمس وواخن معاه لعبة هو اللي صممها بنفسه علشان يديها هدية لابنه وبعد ما بيدخل وبيسلم على هانريك وبيديله اللعبة بيفضل لورنزو ساكت شوية وبيحس ان فيه حاجة غلط ولما بيقرب من هانريك بيعرف ان ده مش هانريك الحقيقي وبيفضل ينادي على سيجرد وبيقول لها ابني فين وده مش ابني وانت بدلتيه وجود روم بتقوله انه هتبلغ البوليس لكنه مش بيهتم وبيفضل ينادي على سيجرد في كل مكان في الشقة وبيطلع للدور اللي فوق وبيروح على القوضة السرية وبيحاول يفتحها ولما مش بتتفتح معاه بيجيب حديد علشان يفتحها بالعافية لحد ما بييجي ظابط شرطة وبيطلع منه يسلم نفسه بس لورنزو بيفضل يصرخ وبيقول الظابط انا ابني في القوضة السرية مع سيجرد واللي برا ده مش ابني بس الظابط بيدرب لورنزو وبيقبض عليه وبكده بنكون رجعنا لأول مشهد تاني لما لورنزو كان مقبض عليه وجوليتا رحيت له السجن وبنشوف بقى في الوقت الحالي انه لورنزو اجر شقة ليه لوحده وعايش فيها ومعاه اللوحات بتاعته وكل حياته هناك وفي يوم بيجي له حد من المحكمة بيدي له ورقة ان مراته سيجرد عايزة تعمل معاه تصالح واتخليه شوف هانريك فبياخد الجواب ده وبياخد معاه واحدة من لوحاته وبيطلع على مكتب جوليتا علشان يعرفها باللي حصل وبيقول لها ان اللوحة ديه دي يا بسيطة مني على اللي عملتيه معايا الفترة الأخيرة وبيكون فرحان جدا وبيوريها الورقة اللي جات من سيجرد وبيسألها بعدها عملت ايه في موضوع العلاج اللي بتاخده علشان الخلفة فبتقوله انها مش هتكمل في العلاج وخلاص فقدت الامل وقررت هي وريناتو ان هما يتبنوا طفل فبيقول لها لورنزو ان ده قرار حكيم وهتساعد بيه طفل مشرد انه يتربى في اسرة طبيعية زي باقي الأطفال وبعدها بنشوف جوليتا ولورنزو وهم في جلسة التصالح وسجرد بيكون معاها المحامي بتاعها وسجرد بتقول القاضي انها عايزة ابنها يتربى في اسرة عادية ويبقى عارف ان ليه أب وليه أم حتى لو بابا ومامته منفصلين بس على الأقل اللي اتنين بيحترموا بعض ولورنزو بيقول لها ان هو موافق فبيتكلم المحامي وبيقول ان زي ما هنريك هيشوف بابا ومامته علشان يبقى ليه عيلة فلازم هنريك كمان يتعرف على قرايب مامته اللي في بولندا وبيتلم من لورنزو ان هو يمضي على اقرار انه موافق ان ابنه يخرج برا البلد علشان يبقى الموضوع ماشي من غير مشاكل وشوشرة وجوليتا بتقول انها مش موافقة لانها ممكن تاخد هنريك وما ترجعش تاني لكن لورنزو بيقطعها وبيقول انه موافق بس بيطلب من سجرد انه يشوف هنريك الاول ويقعد معاه شوية وبعد كده يبقى يمضي على الورق اللي هي عايزاه وفعلا سجرد بتوافق وبتقوله انه هياخد هنريك النهاردة ويقضي معاه طول اليوم وبيرجع لورنزو البيت وبيكون معاه جوليتا والاتنين بياخدوا هنريك في العربية وبيروحوا على بيت جوليتا وريناتو وهناك بيكونوا مبسوطين بهنريك جدا خصوصا انهما ما عندهمش اطفال وبيفضروا يلعبوا معاه وهم فرحانين فبيقولهم لورنزو انهما يقدروا يعتبروا نفسهم بابا ومامة الروحيين وبيقولهم انه هيروح الحمام وييجي تاني وفعلا بيروح الحمام لكنه بيفتح الشباك وبينط منه وبيركب عربيته وبيروح على بيت سجرد وبيقدر ان هو يدخل البيت بعد ما بيتصلق من الشباك وبيفضل يتسحب لحد ما بيوصل للقوضة السرية اللي تحت السلم وهناك بيلاقي ابنه الحقيقي وهو نايم في السرير في القوضة دي لكنه بيتفاجئ ان سجرد جاية من وراه ومعاها بندقية وبتهدده انها هتقتله خصوصا انها واخد عليه حكم بعدم التعرض ولو قتلته محدش هيسأل فيه ومن الناحية التانية بيكون ريناتو جوليتا بدأوا يحسوا ان لورنزو تأخر قوي في الحمام فبيروح ريناتو يخبط عليه لكنه ما بيردش فبيقرر يكسر الباب ولما بيفتحه بيلاقي انه محدش جوه فبيقلقوا هم الاثنين خصوصا ان جوليتا مخرجة لورنزو على ضمانتها الشخصية ولو عمل اي حاجة هي اللي هتكون مسؤولة وهتتحاسم مكانه وبيفضلوا هم الاثنين يدوروا عليه في الشقة لحد ما بيدخلوا قط الضيوف اللي كانت مقفولة من ساعة ما لورنزو ميشي منها وبيشوفوا ان لورنزو رسم ابنه هنريت كتير جدا وفي اعمار مختلفة وبيتوقعوا ان ممكن يكون لورنزو عند سيجرد فبيروحوا على هناك على طول وبيلاقوا عربيته فعلا قدام البيت لكن لما بيخبطوا بيكون مفيش اي قصر لحد في البيت ومحدش بيرد عليهم فبتروح جوليتا ناحية القبو وبتقسر الازاز بتاعه وبتتفاجئ لما بتشوف جثة لورنزو على الارض وبتتصدم من اللي شافته ده لكنهم بيبلغوا البوليس وبعد شوية بييجوا وبيلاقوا ان سيجرد وجود روم مفيش ليهم اي قصر في البيت كله وبيعرفوا ان اكيد سيجرد هي اللي قتلته وساعتها جوليتا بتروح للشرطي وبتقولوا ان الطفل اللي معاهم ده يبقى هنريك ابن لورنزو وبما ان بابا مات ومامته اختفت ممكن هما يتبنوه بما ان بابا قبل ما يموت قالهم انهم بابا ومامته الروحيين والشرطة بيقولهم ان الاجراء القانوني ان الطفل يتاخد على دار الايتام وانتو تتبنوه من هناك لكن طالما في النهاية هدفكو ان انتو تحافظوا على الطفل يبقى احنا هنحاول نساعد انكو تحتفظوا به وبيعدي من وقتها سنتين وبنشوف ان ريناتو وجوليتا فعلا احتفظوا بهنريك وكبروا وبقوا أسرة ومبسطين هما التلاتة وبيكونوا خارجين وجوليتا بتقولهم يعودوا على ترابيزة وهي هتروح تجيب ايس كريم وترجع بسرعة لكن وهي ماشية بتشوف جودروم المربية اللي كانت مع سجرد وهي بتكون ماشية ومعها الشنط فيها طلبات فبترقبها جوليتا وبتفضل ماشية وراها لحد ما بتشوف ان جودروم بتوصل لمكان فيه شجر وزي ما تكون غابة وهناك بيبقى فيه بيت ولما بتقرب جوليتا من البيت بتشوف ان سجرد عايش حياتها هناك وبتنشر هدوم وكأن ما فيش اي حاجة حصلت فبتستنى جوليتا لما الليتين بيدخلوا البيت وبتقرب من الشباك وبتقطع منه جزء وبتشوف وبتسمع صوت هنريك ابن سجرد وبتتأكد ساعتها ان لورنزو كان صح لما قال ان الطفل اللي معاهم ده يبقى مش ابنه وان سجرد هي اللي كانت مبدلاه وبعدها عن ابنه الحقيقي بس للأسف بتتأكد بعد ما لورنزو كانت قتل وبكده بيكون خلاص فيلم النهاردة لو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القضي بعد ما لورنزو كانت تھقط